نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل ويقول هل يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج أن يخبر زوجته أو يشاورها أم هذا لا يجوز له أما الوجوب لا يجب عليه أن يخبرها وأما استحبابه هل يستحب النساء تختلف في حرمة إذا علمتها ساعتك وعطتك مشوره وهذه قليل لكن أيضا مثل هذه المفروض يا أخي أنه يخبرها لأن هذه صديقا طيب لكن بعض الحريم الآن مهبول لو تقول لا باعرس هربت وخلت عيالك عندك طيب أنت الآن تريد تعرس تريد رح شهر عشر تنجب أنت ويذاء الليل خلتهم عندك صحيح مشكلة لذلك أحسن أنه ما يعلمها يروح يدبر نفسه نعم فالإخبار الزوجة له إيجابيات وله سلبيات والزوجات يختلف يعني ليست هذه مثل ترك وكل إنسان أعرف بي زوجته وأنا أنصح الأزواج اللي تزوجون هي يكونوا حسن الأخلاق مع زوجاته أكبر ما يشق على الزوجة أن تظن أن الزوجة الثانية يعني ستأخذ زوجها عنهم فإذا طمعنا هالزوج وكل ما جاء يقول له ما أني بلاقي مثلت وانتي طيبة وانتي أعطيهم الكلام يعني خليها تركت وتحدى ففي الغالب إنها ما ماش اسمه ما يعني تزعل تزعل زعل كبير جدا وحتى لو زعلت وراحت لأمها وقالت أني يقول لي ستجد أن أمها وخواته يأثرون عليها ويتكلمون معها هذا الصحيح لكن بعض الناس إذا تزوج خلاص يقلب المجن لزوجته ويعطيها وجنوب خلاص أنا تزوجت أنا عني بباغيتنا الحمد لله لقيت ولقيت ولقيت وهذا يولع فيها النار ما يجوز يا إخواني ما يجوز هذه أم أونادك شركة حياتك مديرة الشركة في عمرك السابق كلها كانت اللي تديري البيت وانت الآن تسدى تنساها كلها وتعطيها ظهرك ما يجوز نعم